بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكل أبنائي وبناتي طلاب الخامس العلمي ونحن اليوم في درس جديد والدرس هو جديد وتكمله لدرسنا الماضي في موضوع القطوع المخروطية وفي موضوع الدائرة تحديدا هذا القطع المخروطي وشفنا الدائرة عرفناها في الدرس الماضي هي مجموعة مع ملانها من النقاط أي نقطة من هذه النقاط اللي يشكل للدائرة بعدها عن نقطة معلومة اللي هي نسميها المركز يساوينا مقدار ثابت وهذا المقدار ثابت سميناه نصف القطر وما ممكن يكون لدائرة نصف قطر يساوي صفر هذه مو دائرة هي تطلع نقطة ولا ممكن لدائرة نصف قطرها أصغر من واحد هذه متلاشية غير موجودة إذن أي دائرة بها مركز وبها نصف قطر والنصف القطر لازم يكون أكبر من صفر ونقطة مر بها الدائرة أو ملانها من النقاط تمر بها وأخذنا حتى يعني أي دائرة بها قلنا مركز ونصف قطر وأخذنا شون نوجل معاد دائرة بصيغة القياسية وشون طلع مركز ونصف قطر الدائرة إذا علمت المعادلة وأخذنا شون استفادينا من بعض القوانين السابقة اللي تحلمناها في دراستنا السابقة بعض الحالة مثل وجدنا شون استفاد من قانون مسافة بين النقطين حتى نحسب معادلة الدائرة بس أحب أيضا أقول شي مهم لكل أبناء وبناتي إحنا مرات نغير بالأرقام مع الإحداثيات مو معنات الفكرة تغيرت مجرد آن لا غير الرقم حتى يصير عندك ويا مثال الكتاب فهذا مثال إضافي يعني إحنا مجرد نضيف لك الفكرة نفسها بالضبط إحنا ننفذها مثل ما هي مفردات المنهج اللي واضعي مدينة المناهج مثل ما هي المفردات بالضبط إحنا نسوي كيها بس أحيانا نغير بالإحداثيات يعني بدأت نصف القطر ثلاثة نسوي خمسة على سبيل المثال إذا المركز مثلا نركز الدائرة واحد واثنين احنا نسوي مثلا ثلاثة وسالب أربعة مجرد تغيير بالإحداثيات ولا المثال هو نفسه ونفس فكرته موجودة يعني بس ولا تنسون يعني هي يعني الرياضيات مو حفظ الرياضيات فهم فلازم نفهم طريقة الحل وليس نحفظ الأرقام طيب نكمل الآن عندنا الآن عندنا أيضا مراجعة القوانية عندنا قانون آخر قانون تنصيف تنصيف قطعة مستقيم قطعة مستقيم P1 P2 أدي هاي قطعة في المستقيم P1 P2 أريد أوجد إحداثيات المنتصف مالته شون أوجد المنتصف ماله هاي المستقيم حيث حيث P1 X1 Y1 و P2 إحداثياته X2 و Y2 زيان إذن إحداثيات المنتصف X يساوينا X1 زايدا X2 على اثنين و Y إحداثي الواي Y1 زايدا Y2 على اثنين هذا هو القانون اللي أقدر أوجد به إحداثيات إحداثيات منتصف قطعة مستقيم إحداثيات منتصف قطعة مستقيم أي إحداثيات لازم بها إحداثي X و Y حتى أوجد إحداثي X المنتصف هو X1 زايد X2 على اثنين و إحداثيات المنتصف لإحداثي الصادي أو الواي هو Y1 زايد Y2 على اثنين هذا القانون شلون نستفاد من العدة في مثال طيب يقول راح ناخد مثال يقول جد معادلة الدائرة جد معادلة الدائرة التي نهايتي قطر من أقطارها قطارها P1 اللي هو سالب اثنين و سبعة و P2 ستة وسالب واحد طيب نقرح السؤال ونركز به جد معادلة الدائرة احنا قلنا سابقا حتى نوجد معادلة اي دائرة نحتاج الى مركز و نصف قطر مركز و نصف قطر جد معادلة الدائرة التي نهايتي قطر من أقطارها طيب واحد يسأل نفسه الليش الدائرة بها كم قطر ايضا بها مالا نهاية من الأقطار و اقطار الدائرة ايضا كلها مستاوية و القطر هو وتر في الدائرة و يمر بالمركز وهو اكبر الأوتار طولا طيب جد معادلة التي نهايتين قطر من أقطارها النقطتين P1 و P2 هو واجد ان يعرفن هذا نهايتين قطر هذا المثال نصا يا شباب موجود عندك بالكتاب نص الفكرة الفكرة نصا موجودة بس غيرنا احنا بهاي الاحداثيات نص الاحداثيات هذه نص الفكرة موجودة بس الاحداثيات غيرناها فارجو انه يعني كأنما هذا ضفناك يا مثال اخر اضافة الى ما موجود عندك بالكتاب حتى يكون مساعد اليك ونستفاد ونتعلم يعني منزيد عندك الممارسة والفكرة يعني راح تكتسب المهارة العالية في حل هذه الاسئلة طيب نهايتين قطر هذني زين انا حتى اجد معادلة الدائرة حتى نوجد معادلة الدائرة جد معادلة دائرة قلنا نوجد معادلة دائرة نحتاج الى المركز وشنو ونصف قطر طيب عدي المركز لا عدي نصف القطر لا اذا لازم ابحث عن المركز ونصفه شون ابحثهم من خلال فهمي للدائرة طيب المركز القطر يمر بالمركز قطر الدائرة بما انه قطر الدائرة يمر بمن بالمركز والمركز يقسم القطر الى قطع端 الى على صف غي قطرين مستويا اذا c سنتل شرح يساوينا x اللي هو x1 زائد x2 على اثنين و y اللي هو يساوينا y1 زائد y2 على اثنين راح نوجد المركز معاهدة اذا x شرح يساوينا x1 6 زائد ناقص اثنين على اثنين و y شرح يساوينا سالب اثنين عفوا واي وان عفوا سالب واحد نعم سالب واحد زائدا سبعة على اثنين يعني هنانا انا هذا مجرد دا اسمير هذا كله يساوي لنا شنو المركز زين هنانا زين يعني مايفرق هذا هو المركز سي احداثي اكس وجدناه بالمنتصف وحداثي واي وممكن يعني هسا شوفه التقسم يعني من زملائنا واساتذتنا واخواننا مراتنا يكتب هذا الاكس يعني يشيلها الشكل هالشكل يخليها زين وهذا كله ممكن مرات يشيلوه وهو هو شمثل سنتر يعني بس مجرد انا تقولك انه شون كتبنا هنا نرجع اكس اكس وان زال اكس 2 على اثنين وواي ساوينا واي وان زال واي 2 على اثنين وهنانا اجينا عوضنا يعني اكس وواي اكس راح يساوينا ستة وسالب اثنين على اثنين وواي سالب واحد وسبعة اذا هنانا مباشرة سنتر اش راح يساوينا اربعة على اثنين وواي ش راح يساوينا ستة على اثنين اذا المركز الدائرة اش راح يصير ادي اثنين واش قد اثنين واش قد اثنين هذه احداثيات مركز الدائرة وجدنا المركز نحتاج الى المركز وجدنا المركز الدائرة اش نحتاج بعد نصف القطر نصف القطر شي مثلنا هو البعد بين مركز الدائرة واي نقطة من نقاط الدائرة نقرأ السؤال جد معاد الدائرة التي نهايتين قطر من قطرها يعني لدي نقاط تقع على محيط الدائرة راح نحسب المسافة سي بي وان مثلا اللي هو شي مثل لي ار اللي شي ساوينا قانون اكس اثنين ناقص اكس وان لكل تربية واي اثنين ناقص واي وان لكل تربية اذا ار شي ساوينا تحت الجذر التربية راح احسب المسافة بين بي وان وسي سالب اثنين زاعد اثنين لكل تربية زاعد سبعة ناقص اشقد ثلاثة لكل تربية ر يساوينا تحت الجذر التربية هذا الصفر زاعدة سبعة ناقص ثلاثة اربعة تربية ستعاش اذا ار يساوينا جذر الستعاش اذا ار يساوينا اشقد اربعة هذه وحدة طول صار عدي نصف القطر معلوم والمركز معلوم إذن المعادلة القياسية رح يصير المعادلة القياسية رح يصير كل تربيع زاعدا Y ناقصا K كل تربيع ساوينا R تربيع هسا X ناقصا H 2 والكل تربيع زاعدا Y ناقصا K 3 وكل تربيع يصاوينا R تربيع يصاوينا 16 هذه المعادلة القياسية للدائرة بساطة شديدة أعيد مرة ثانية بشكل سريع جد معادلة الدائرة التي نهايتين قطر من أقطارها مطين نهايتين قطر من يقول نهايتين قطر يا شباب معناتها بكلام بسيط يعني هاي القطر الدائرة كنا نعرفه أحد أو ثالث دائرة ويمر بالمركز أحد أقطار الدائرة وكل نصفي قطرين مثلونا قطر هذا النهايتين قطر يعني للنقاط تقع على الدائرة حتى أوجد معادلة الدائرة من هاي المعلومتين نحتاج إلى مركز ونصف قطر وجدنا المركز بإحداثيات المنتصف لأن منتصف القطر يكون شنو زين مركز الدائرة هو نصف القطر هذا هو المركز وجدناه بقانون إحداثيات المنتصف وحسبنا المسافة بين المركز وأي نقطة ويا P1 زين سنحسبه بP2 نعم سنحسبه بP2 ونفس الناتج يضخربنا كل أحوال ومنصاعد دي مركز ونصف قطر كتبنا المعادلة واستفادها من عدد طيب لدينا قانون الثالث راح نستفاد من عدد وهو قانون البعد بين مستقيم ونقطة معلومة البعد نستفاد من قانون البعد زين قانون ثالثة يعني خلينا نقول هذا أو قانون البعد بين مستقيم وليكن اسمه L الذي معادلته مثلا أي مستقيم AX زاد BY زين والنقطة والنقطة P اللي هي إحداثاتها X1 Y1 التي لا تنتمي إلى المستقيم L قانون البعد بين مستقيم مثل اسمه L اللي معادلته AX زاد BY زاد C هاي المعادلة القياسية والنقطة P اللي إحداثتها X1 Y1 التي لا تنتمي إلى المستقيم L يعني P بكلام السليم لا تنتمي إلى L أي نكتبها بالعربي P تقع خارج المستقيم N أرجو أنه تكون صحة واضحة شون نحسب البعد بين مستقيم معلوم معادلته ونقطة معلومة أي نقطة عندنا قانون البعد اللي هو D يساوينا داخل قيمة المطلقة A X1 زاد B Y1 زاد C داخل قيمة المطلقة على تحت الجذر التربيعي أي تربيع زاد B تربيع لاحظوا هنا A هذا يمثل معامل X من المعادلة وB يمثل معامل Y من المعادلة C الحد الخالي من متغير زيان X1 Y1 X1 Y1 يمثل إحداثيات النقطة X1 Y1 هذا إحداثيات النقطة وهنا يعني ملاحظة عند التعويض عند التعويض يجب مراعاة الإشارة عند التعويض هنا يجب أن نضع الإشارة لذلك هنا من خلينا هذا المطلق لأنه ما ممكن تطلع المسافة بالسالب يا شباب ما ممكن تطلع المسافة عدي بيش بالسالب فراح نستفاد من هذا القانون في إيجاد أيضا معادلة مستقيم مثال مثال عندنا جد معادلة الدائرة جد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمس المستقيم وتمس المستقيم 3x ناقصا 4y ناقصا 15 يساوي صفر هذا مثال جد معادلة الدائرة الحل من يقول لي جد معادلة الدائرة كنا نعرف حتى وتعلمنا المفروض وصالت عندنا المهارة الكافية من يقول لي جد معادلة الدائرة يعني اش يحتاج الى مركز وإلى نصف قطر طيب جد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل طيب المركز احداثيات اش راح تكون صفر وصفر لأنه المركز نصف الأصل احداثيات صفر وصفر طعنين المركز شنبقى نحتاج نضبه نحتاج الى نصف القطر عاش تديكم شون نوج نصف القطر وتمس من يلي تمس الدائرة تمس تمس المستقيم الدائرة تمس المستقيم يعني راح نرسم فدرسم بسيط ارجو انه لا تواخذونه هذه هي مثلا الدائرة صلحها شوية صلحك شوية احسن فدرسم هذه هي الدائرة زين هذه الدائرة وهذا هو مركزها اللي هو صفر وصفر ممكن الدائرة تمس هذا المستقيم هذا هو المستقيم هذا هو المستقيم من تمس الدائرة المستقيم بما أن الدائرة تمس المستقيم يعني يشتركون يشتركان بيش بنقطة رح يشتركون بيش بنقطة نقطة تنتمي للدائرة وبنفس الوقت تنتمي للمستقيم شون أحسب هذه المسافة بين نقطة التماس اللي هي تمثلي R شون أحسب R بقانون المسافة هذا اللي بصفنا شوفها شوفها هذا قانون المسافة دي نشوفها AX1 زادا BY1 زادا C على تحت الجذر التربيعي أي تربيع زادا B تربيع هذا قانون المسافة اللي رح حسبها طيب نكتب المسافة دي اللي هي رح يتمثلي R هنا يساوينا تحت خط كسر داخل قيمة المطلقة AX1 زادا B Y1 زادا C داخل قيمة المطلقة على تحت الجذر التربيعي X تربيع زادا Y تربيع كتبنا القانون يعني على الأقل أحصل لي درجة أتعلم أكتب القانون حتى حصل لي درجة لأنه أحنا بشر ممكن نخطأ بالتعويض طيب هذا R سيقض الداخل أي أحنا جعلنا أي أي يمثل X معامل X من المعادلة معامل X من المعادلة هذا جعل يساوينا ثلاثة طيب X1 حداثيات النقطة المركز اللي هو جعل ثلاثة فيه صفر زادا B B شي مثلنا راح نتعب لولد ويانا B يمثل معامل Y جعل معامل Y سالب أربعة سالب أربعة في Y1 أيضا عندي صفر زادا C ناقص 15 داخل قيمة المطلقة على تحت الجرد التربيعي أفهم مو X تربيع أنا تحت الجرد التربيعي أي تربيع زادا B تربيع أي إشقل عندنا ثلاثة يعني التسعة مباشرة زادا B تربيع ناقص أربعة تربيع حاجق 16 لاحظوا شون عوضنا ثلاثة معامل X للمعادة الدائرة ويالنقطة X زادا B هنا بيعدي سالب أربعة قلنا راعي الإشارة ما عند التعويض يجب مراعاة الإشارة سالب أربعة في صفر ناقص 15 اللي هي هنا لحد الخالي من تغير على أي تربيع زادا B تربيع يعني تسعة زادا 16 تسعة زادا 16 نجي نبسط هذا R شي ساوينا داخل قيمة مطلقة صفر صفر ناقص 15 على تحت الجذة التربيع شي ساوينا 25 16 إذن R يساوينا 15 على 5 ويساوينا 3 وحدات ناقص نقول 3 وحدات لأنه المركز ما قال لنا ما قال لطالب يعني وحلة القياس هل هي سنتيمتر متر كيلومتر شو شنو وحدات القياس صار عدي 3 وحدات هذا نصف القطر للدارة أصبح نصف القطر معلوم والمركز معلوم إذن بسهولة والمركز معلوم إذن دارة أصبح X تربيع زاعدا Y تربيع يساوينا R تربيع إذن X تربيع زاعدا Y تربيع يساوينا R جل عدي 9 هذه معادلة الدائرة بالصيغة شنو القياسية نعم نعيد هذا المثال هذا المثال نعيده بشكل سريع جد معادلة الدائرة طيب لا تنسى كل معادلة الدائرة تحتاجها تكتبها تحتاج إلى مركزها ونصف قطرها طيب المطينة مركزها نقطة الأصل المركز نقطة الأصل المركز صفر وصفر وتمس من هي تمس الدائرة تمس هذا المستقيم 3X ناقص 4Y ناقص 15 0 طيب الدائرة الدائرة تمس المستقيم يعني اشتركون بن نقطة اذا المسافة بين المركز وهذا المستقيم راح نوجده بقانون البعد بعد المسافة بين نقطة ومستقيم بين مستقيم ونقطة لا تنتمي له هذا قانون تعلمناه احنا بصف الرابع والمفوض احنا عدنا المهار الكافي في كتابته وايضا كتبنا الكوميها وشنو D يساوينا داخل قيمة المطلقة AX1 زادا BY1 زادا C على تحت الجذر التربيعي اي تربيع زادا B تربيع وقلنا لكم انه اي شي يمثل معامل X من معادة المستقيم وB يمثل لي معامل Y من معادة المستقيم وC الحد الخالي من المتغير من معادة المستقيم اما X1 وY1 فهم احداثيات النقطة يمثلون X1 وY1 يمثلون احداثيات النقطة ونبهنا وقلنا ونشوفوا لكم هنانا يا شباب عند التعويض يجب مراعاة الاشارة عند التعويض يجب مراعاة شنو الاشارة فهنانا منعوضنا راعينا الاشارة وخلينا داخل قيمة مطلقة وحسبنا سالو 15 لاحظوا اذا مطلق اخذ قيمة الموجة و15 على 5 3 و3 وحدات ضروري ننبه انه احنا قياس وحدة قياس لازم نقول وحدة القياس بما انه هنانا مذاك اللي وحدة القياس فاقول له ثلاثة من الوحدات اللي هنته باختارهم هذا يمثل نصف القطر اصبح نصف القطر عدي معلوم والمركز معلوم اذا بما انه المركز هو نقطة الاصل اذا هذه المعادلة الدارة اللي مركزها نقطة الاصل قياسية وعوضنا عن آرة ثلاثة معادلة الدارة بالصيغة القياسية ابنائي وبناتي طلاب الخامس هذا الموضوع اكون يعني نهينا درسنا لهذا اليوم ومثل ما نوهت قبل شوية اعيل واكرر انه احنا ممكن نغير ببعض الارقام بس هذا التغيير مجرد حتى يضيف لك للامثلة اللي موجودة عندك بالكتاب كأنما مثال اخر بس الافكار المطروقة في هاي الامثلة هي نفس الافكار اللي مطروقة في الكتاب المدرسي لا تغير عليها وهذا ما سمح بي وقت الدرس استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة